جيتني وسألتني عن سر غسيلي بجد انا كنت يعني مش متوقعة ان اي حد ممكن يوقفني ويسألني هو انت بتستخدمي ايه وانت بتخسلي غسيلك دايما نضيف كده ومنور بيلفت الانظار كل اللي حصل ان انا كنت بلم الغسيل كده ولقيت واحدة معادية كده شارع انا صغير فايا معادية من علاوي الشارع وبتبص على الغسيل وانا بلم وفضلت تبص عليه فانا اصرفت بصراحة جيت تاني يوم كنت خرجة كده اجيب طلبات وقابلتني في الطريق لقتها ليتلي ازاك يا حبيبتي عاملة ايه ولقتها وقفتني قلت لها الحمد لله فاستغربت انا اول مرة برضه ان انا اشوفها لقتها بتقول لي غسيلك ما شاء الله جميل وانا معديها لفت نظري انت بتستخدميلي وايه في الغسيل يعني بتحطي ايه في الغسلة بتحطي خلطات ايه ما شاء الله كنت انت غسلة كده الالوان كلها نضيفة ومشاء الله يعني حلوة قلت لها بص حبيبة قلبي كل اللي انا بعمله ان انا بنقى الاول الغسيل الفواتح اول الوان في مية سخنة وبقبل مية منها بعد كده ببدأ ان انا استخدم الارية العادي ولو الغسيل محتاج ان هو كلوركس الوان يعني فيه اي بوعاو اشتركوا في القناة